ينضم معنا مرسل التغيير من نينوى محمود الجماس أهلا بك محمود وبالبداية أين تتواجد الآن وما هي آخر المستجدات لديك حول هذا الحادث نعم زميلتي كل التحالكي ولكل مشاهدي التغيير وخالص العزالي عوائل الضحايا ونتمنى الشفاء للجرحة أنا الآن في مجمع المشافي الطبية بالجانب الأيمن من مدينة الموصل هذا المجمع كان المحطة الثالثة بعد مستشفى الحمدانية ومستشفى السلام هذه هي المحطة الثالثة التي نقل إليها المصابون ليلة أمس واستمر النقل حتى ساعات الفجر الأولى هذه بالتحديد هي مستشفى الحروب قبل قليل كان وزير الداخلية ووزير الهجرة والمهجرين حاضران في المستشفى وبعد قليل سيصل وزير الصحة إلى هذه المستشفى لدينا في مجمع المشافي الطبية بالجانب الأيمن 32 مصاب ما بين إصابات متوسطة وبالغة ستة منهم بحالة حرجة جدا نقلوا إلى العناية المركزة في المستشفى الجمهورية التي تقع على يميني لو انتقل زميلي المصور هذه المستشفى الجمهورية على جانب تبعي في المتر على المستشفى الحروب فيها حاليا ستة يعني ما بين الحياة والموت المستشفى يوم أمس هذا المجمع يعني شهد وصول آلاف المتبرعين بالدم من أبناء مدينة الموصل بعد صرقات استغاثة بالإضافة إلى أن المباخر الأدوية فتحت أبوابها الصيدليات فتحت أبوابها كما نعلم الواقع الصحي في المدينة متعب لا يحتمل مثل هذه الانتكاسات والنكبات لكن كان تكاتب حقيقي رغم حجم الصورة المؤلمة كان هناك صورة أخرى لحجم التكاتب والتبرعات بالمجان سواء للإحتياجات الأولية لبعض الأدوية المهمة للمصابين بالحروب فيما يخص لا أرغب بالدخول إلى داخل المستشفى حتى لا يتسبب إزعاج للكوادر الصحية حاليا الكوادر الصحة تسيطر على الوضع على حالات المرضى لكن الإصابات بالغة وكما نعلم إصابات الحروب خطيرة نوعا ما أما فيما يخص أعداد المصابين بسرعة عامة والمتوفيين في الحصيلة حقيقة لدينا ما يقارل 100 متوفي قد يزيد العدد إذا تضحت الإحصائيات أكثر لدينا مصابين 200 أو أكثر هناك غادروا المستشفى هناك كانت مصاباتهم بطيقة لن يذهبوا إلى المستشفيات محمود هل لديك تفاصيل أكثر حول وقوع هذا الحادث ليلة البارحة؟ نعم زميلتي كل روايات شهود العيان تحدث عن وجود مدخل واحد للقاعة وهو مدخل وهو مخرج ولا يوجد طرق ممرات سلامة أخرى منفق طوارئ كما نسميه بالإضافة إلى أن القاعة كما أكد الدفاع المدني التغليف والديكور كان بمواد سريعة الاشتعال يعني كما وصفها مدير شعورة العلاقات للدفاع المدني سرعة اشتعالها أسرع من البنزين وجود الألعاب النارية داخل القاعة تسبب بهذه الكارثة بحسب روايات الشهود قالوا أن الألعاب النارية هي من كانت سبب الحريق هناك أكثر من ألف شخص في مكان مغلق لا يوجد مخارج أخرى من نجح بالهروب في بداية الأمر تمكن من الخروج ومن كانوا يعتقدون أن الموقف سيتم السيطرة عليه وبقوا في داخل القاعة في الجزء الخلفي أو في الحمامات هؤلاء لم يحالفهم الحظ للأسف وفارقوا الحياة الروايات أيضا تتحدث عن ضحية التدافع ورهبة الموقف كان الأطفال هم الحلقة الأشد ضعفا في هذه الكارثة المسببات واضحة تحدثت عنها وزارة الداخلية والدفاع المدني وهذا يذكر أيضا بكارثة العبارة التي شهدتها نينو قبل عامين أو ثلاثة وراح ضحيتها النئات وما زال هناك ستين مفقود أيضا كان عن عدم وسائل السلام والأمانة هي السبب الرئيسي وكأن المقولة انقلبت بقولها كانوا يقولون تعددت الأسباب والموت واحدة تتعدد الكوارث والأسباب هي واحدة يعني لا نعلم ما هو دور الحكومة اليوم هناك موجة من الانتقاد كبيرة للحكومة المحلية والجهات المعنية لماذا لا يتم متابعة وسائل السلام والأمانة في هذه المرافق السياحية والمرافق العامة إلى حين وقوع الكوارث ويتم اتخاذ الإجراءات مرة أخرى تقريبا هذا المشهد يعني الآن تصل هذه أدوية ومساعدات وصلت إلى المستشفى قبل قليل كنت أتحدث مع الكادر محمود اسمح لي بسؤال يعني فيما يخص الأدوية والمساعدات الطبية خاصة فيما يتعلق بمجال الحروق في مثل هذه الحالات هل هناك كفاية؟ هل توجد في داخل المستشفيات والمراكز الصحية ما يكفي لسد ما حصل؟ يعني حقيقة قبل هذه الكارثة دائما نسمع من المرض بحكم عملنا الصحفي وجود نقص وجود حاجة للعلاجات بعض الأدوية مثل الألبومين وغيرها هذه يحتاجها مرضى الحروق لرفع مستوى القدرة المناعية حتى لا يحدث تسمم لجسد المصاب قبل الكارثة كان أولا لك نفس نوعا ما ويحتاج فكيف مثل هذه الكارثة؟ لكن صلاح الدين وكاركوخ وأعتقد بغداد أرسلت من حصصها المتوفرة في المظاقر وفي الصيدليات الموجودة لديها الأمر الثاني للأمانة أتكرها أنا يوم أمس حتى الساعة الثانية فجرا نوجود في هذا المكان أصحاب المظاقر والصيدليات الأهلية في مينوى كان لهم موقف مشرف جدا يعني عبقوا سياراتهم بحساب مبتوح للتبرر وكل ما تحتاجه بالصيدليات أو كل ما تحتاجه بالمستشفيات لنصح التعبير له السيطرة على الحالة بصورة مبدئية وخروا لهم العلاجات أدوية الشاشة بعض الأبر الحيائية التي يحتاجها المريض في المرحلة الأولى من العلاج وصلت المستشفى قبل أن يصل الدعم الحكومي وهو تأكدت أنها تبرعات كانت من يوم مقابل ومع ساعات الصباح الأولى وصلت مساعدات صلاح الدين وكارفوك بحسب المعلومات التي لدينا ويُفترض أن يكون لبغداد دور في توفير ما يحتاجه المرضى ويكون لنا لقاءات أيضا مع عوائل الضحاية لنعلم إن كان هناك اهتمام حقيقي أن نقص في ما يحتاجه محمود بالنسبة لعوائل الضحاية اسمح لي وفي سؤال أخير ردود أفعال أهالي الضحاية وهل هناك إلى غاية هذه اللحظة أي مفقود في داخل القاعة المحترقة؟ يعني نشاهد تصلنا بعض المناشدات عبر مواقع التواصل ما يزال هناك عوائل فتحت عن المفقودين لا يعلمون إن كانوا مصابين إن كانوا قتلى إن كانوا داخل القاعة وإذا فهموا لأن القاعة أصبحت كوم من الرقاة فجر اليوم فجر اليوم وصلت لي معلومة من القضاعة الحمدانية بأنهم انتشلوا جثتين لطفلين اثنين بقياعة لقيم داخل القاعة فمن المحتمل أن يكون هناك ملف للمفقودين في هذه العادثة لكن كرقم دقيق لا تستطيع المؤسسات الرسمية تحديده ولا حتى نحل قوائساء الإعلام إلا أن تتضح الصورة ويتم جرب ما موجود في المستشفيات بملاحظة أخيرة عن مشاعر النوية الضحايا مشاعرهم يوم أمس كانت الصدمة مخيمة عليهم بصورة كبيرة يعني عرص تحول إلى مجزرة بعشرية في لحظات الصدمة كانت مخيمة لا يمكن يكون طريقة للتعبير كانوا حتى يرفضون الحديث أمام ورسائل الإعلام وكل كلماتهم كانت غير مقهومة يعني واقع الصدمة على العوائل كان مهول جدا يعني نلتقي بشخص فقط خمسة من عائلته في لحظة وكان في فرح الآخر ثلاثة الآخر اثنان الآخر لا يعلم يعني قبل قليل شاهدت فتاة من الكون المسيحي تركه من بداية الشارع ودخلت المستشفى بصورة يعني جنونية وبهولة هذه كانت خارج المدينة ولم تحفر على ذويها إلا قبل قليل علمت أنه في أحد أقارب أنه في المستشفى يعني الصدمة والذهول يخيمان حتى الآن على العوائل هم لن يصدقوا حتى الآن ما حدث لهم مراسل التغيير من نينا ومحمود الجماس شكرا لك على التفاصيل وتعازينا لأهالي وذوي الضحايا ونتمنى لهم الصبر والسلوان اشتركوا في القناة